السلام عليكم ازايكم يا جماعة عمليم اي يا رب تكونوا بخير? ان شاء الله النهاردة يكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناة فيديو النهاردة مهم جدا للكل الناس المبتدأ في مجال او مشروع من وكل الناس ما تنساش تعمل وتابع جماعة الفيديو ده للنهاية. فيديو النهاردة هنعمل شكل من بس بطريقة مختلفة عن الفيديوهات اللي بتنزل على القناة. يعني هنعمل حاجة عكس. ايه هي? تابع معي الفيديو ده. في البداية الطبيعية انت لما بتيجي تشتري مادة او مادة الايبوكسي انت بيجي لك مادتين مع بعض اول حاجة بتخلط مادة مع مادة المصلب. بعد ما بيتم الخلط انت يعني بيتقلبهم ببطء وبالراحة وبهدوء وفي اتجاه واحد علشان تتفايدة في القعاط الهوى والمتكونة. من اهم الادوات المستخدمة في مجال هو الميزان الحساس. لان يا جماعة الميزان يعني انت بتزبط عليه النسب بيزبط شغلك ما بيخليش الحاجة بتبقى عشوائية. اه وعشان القطعة تتصلب معاك وكمان تنشف وما حصلش فيها اليونة او تلزيق او الكلام ده كله. فانا بقول لك من اهم الادوات المستخدمة هو الميزان الحساس. مع مراعاة وانت شغال انت شغال. اه بالماسك وجوانتي لان ليه اضرار. طبعا اضرار اتكلمنا عنها كتير في فيديوهات كتير وفي فيديو مخصوص على القناة اسمه اضرار مادة لازم كل الناس المبتدئة قبل ما تفكر انك تبدأ في المجال لازم تروح تتفرج عليه. لعل لو عسى انت مسلا ممكن تكون اه تعبان او مسلا ما ينفعش معك فن عموما فتبقى عارف كل المعلومات من البداية. تمام? طيب انا لو مبتدئ اشتري ادوات وخامات منين? اه اجاب ها ازاي? سعرها ايه? الكلام ده كله? هتكلمني على رقم الواتساب اللي موجود تحت الفيديو. متاح عندنا جميع ادوات وخامات الرزم للمبتدئين. وكمان متاح عندنا المبتدئين بسعر ربعمائة وستين جنيه. ومتاح شحن جميع المحافظات. اه لكن مفيش شحن خارج مصر. طيب في البداية انت برضو بتخلط مادة الرزم مع مادة المصلب. اهم حاجة انك تخلطهم كويس جدا. مع مراعب برضو ان المصلب ممكن يكون ما اختلطش كويس. ولازم يعني تدي له وقت كافي. وده برضو من العوامل اللي بتخلي القطعة ما تنشافش. تمام? احنا لما بنجي نشتغل بنشتغل في حاجة اسمها اولب سيليكون. اولب سيليكون في فيديوهات كتير على القناة موجودة بالفعل. في منها اشكال في منها انواع في منها مقاسات في منها احجام زي صواني زي الشيالات زي البوك مارك الساعات الكلام ده كله اه ليه اولب مخصصة وانت بتصوب مادة الرزم فيها. طبعا احنا بنكون مستمرين ان احنا بنقول كل المعلومات الاساسية او بنقررها مراعاة ان يعني كل مرة بيكون في ناس جديدة بتتفرج علينا لاول مرة. لكن انت فعلا لو عايز تتعلم عندك القناة عليها حوالي سبعمائة فيديو. منهم ما يقارب من المتين وسبعين او متين وتمانين فيديو اساسي. والباقي فيديو شورت اللي هو فيديو قصير بنعمل فيه تجارب بسيطة خفيفة كده لكل الناس المبتدئة. اهم حاجة لو انت مبتدئ ما تشتريش ادوات كتير ما تشتريش خامات كتير لانك ممكن تضيع فلوسك كلها في حاجة انت مش هتفهم فيها او حاجة انت مش عارفة وحاجة جديدة عليك. نجي في المرحلة اللي بعد كده والمرحلة اللي بعد كده تعد من اهم المراحل ولازم تاخد بالك منها. ايه هي بقى? ان انا لما باجي اصب مادة الرزن بصبها. يعني القلب لازم يكون محطوط على مكان مستوي. محطوط على مكان مستوي علشان الرزن ما يعني ما يميلش مني ايمين او الشمال. فينتج عن ذلك ان القطعة بتاعتي يكون فيها حواف او سنون. وده اللي بيخلي الناس المبتدئة تشتري صنفرة وتلجأ للصنفرة. لان القطعة بتاعتهم ما بتكونش متساوية. طيب انا علشان بنقل القلب بتاعي وده خطأ. تمام? يعني انا بنقله وده خطأ. طيب الصح لو انا عايز انقل القلب احط السيراميكا تحت كده او اي حاجة نشفة زي صنية. علشان يعني بعد ما اخلص اشيلها من مكانها. لكن لو حضرتك سبيت في القلب وعايز تشيل القلب بالرزن كده ده خطأ. يعني ممكن يقع منك. ممكن يندلق منك. كلام ده كل. بعد كده يعني المرحلة اللي بعد كده انا عامل شوية زي ما انت شفت. تمام? هبدأ ان انا اصب بطبقة خفيفة. طبقة خفيفة. ممكن يعني يعني زي ما انت شايف كده. انا ما صبتش الاخر القلب ولا نص القلب ولا الكلام ده كله. طبقة خفيفة لونها رزن شفاف. وزي ما قلت لك ان الفيديو ده هيكون عكس تماما. هيكون عكس. يعني ايه عكس? لان احنا دايما من الاشكال اللي احنا بنشتغلها او بنصبها في اي قلب سيليكون بيكون الشكل الفوق. لكن المرة دي هنعمل الفيديو والشكل هيكون لتحت. غريبة? لا مش غريبة. لان في الطبيعة اساسا ان قلب السيليكون الشكل الاساسي بيكون هو لتحت. لكن علشان بيكون باهة سنة فكلنا بقى يعني عكسنا. بقينا نخلي الشكل او الوش هو اللي فوق. تمام? بعد ما صبيت مادة بتاعتي هي لازجة كده. هي لازجة. هبدأ اجيب علبة ورد والورد ده ورده متاح عندي للبيع من ضمن الادوات والخمان. هبدأ ان انا اجيب الورد وكمان الجفت بتاعي. آآ وابدأ ان انا ارس. طيب. هل يعني في طريقة معينة ان انا احط الورد. بص يا باشا اعمل بقى اللي انت عايزه. يعني اعمل اللي انت حاب وده فن. زوق يمين. زوق شمال. حط وردتين تلاتة. حط وردة واحدة. حط الوان. حط اشكال. ممكن تطبع اسماء. تطبع صور. وده اللي بنتكلم فيه ان هو فن الرزن. هواية وفن وابداع. والموضوع بيكون حلو قوي. انك تقدر تشكل وتبدع بكل سلاسة وبكل سهولة. والموضوع بسيط جدا. ما هو الا شوية معلومات لازم تكون عرفة. وكمان المعلومات الاساسية دي مهمة جدا. طبعا زي ما حضرتك شايف دلوقتي انا ببدأ ان انا ارس الورد بتاعي واعمله بتشكيل معين او بحاجة معينة مع العلم ان الطبقة بتاعتي او يعني صبت لازم تكون بتلزق علشان الورد بتاعي يلزق على اول طبقة. تمام? يا جماعة الموضوع مفروش اي مشكلة. الموضوع كله انا بقول لك. اعرف المعلومات الاساسية. اعرف الادوات. اعرف اسماء الادوات. اعرف اسعارها. اعرف ايه الخامات المستخدمة. لازم تعرف اضرار هي ايه? ازاي اسوق المنتج بتاعي? ينفعش ادخل المجال وانا مش اسوق. يعني ازاي انت بتعمل شكل هتبيعه المين في الاخر? لازم تشوف فيديو التسويق اللي موجود على القناة. ما هو انا دلوقتي عملت شكل حلو. جميل جدا. هبيعه ازاي? هبيعه المين? هبيعه فين? هبيعه بكام? تمام? يبقى الموضوع مش متوقف على ان احنا نعرف اه مادة او فن فقط. لا طبعا. وبرضو في القناة البديلة عندنا قناة تعد برضو من اهم القنوات الاساسية اللي موجودة على لتعليم برضو فن ومادة او او يعني الفن ده. تمام? يا جماعة اه الفيديو ده هو متصور بقاله كتير قوي. يعني الفيديو ده متصور بقاله كتير قوي وخد مني مراحل كتير قوي. لكن انا كمان ما كملتوش. وما كانش هينزل. لكن انا قلت انزله ونعمل الفكرة الاساسية. ان احنا بنعكس القلب بتاعنا او بنعكس الشكل بتاعنا. بعد ما هبدأ ان انا اخلص الورد بتاعي هبدأ ان انا اشوف هعمل ايه? طيب هسيب الشكل ينشف ولا صب عليه رزن? لا طبعا. الصح انك تسيب الشكل ينشف تماما ويكون صلب. يبقى المعلومة الاساسية ان المفروض ان الشكل بتاعك بعد ما برس الورد تسيبه ينشف. لان انت هتصب عليه طبقة تانية. الطبقة التانية دي ممكن تلونها باي لون. ممكن تلونها باي لون. تابع معي الفيديو ده للنهاية وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. طبعا انت لما بتيجي تخلص اااا تزيين الورد او الكلام ده كله المفروض انك هتصب بطبقة تانية ودي حاجة اساسية وحاجة طبيعية بعد اربعة وعشرين ساعة. والمفروض ان احنا هنعمل مادة نركز. الكوبية اللي ظهرت في اول الفيديو دي حاجة والكوبية اللي هتظهر قدامك دلوقتي حاجة تانية. انا بعمل رزن جديد من اول وجديد تاني وهلونه باي لون يجي في دماغي. مش شرط مسلا اللون ابيض او اسود الاساسيين ممكن اي لون. فبالتالي انا دلوقتي هخلط رزن مع مصلب تاني وهعمل كوبية رزن وهلونها باللون الاسود. طيب ايش معنى الاسود بصراحة اه يعني حسوا لون هيكون افضل هيكون اشيك وبرضو فيه الوان كتير. فابدأ دلوقتي ان انا بجيب اللون الاسود اللي هو الاسود المعتم السايل الوان المعتمة واللون ده بيكون حلو جدا كمان. تمام? انا عندي منه عبوة كبيرة كده بخلط منها مع الريزن وبيكون شكلها حالو. فابدأ دلوقتي ان انا بخلط اللون الاسود مع مادة الريزن بكل سلاسة وكل سهولة. وكده كده اساسا الالوان السايلة بتختلف بسرعة مع مادة الريزن عكس الالوان البودر بتحتاج تقليل كتير علشان تدوب. لانها برضو بيحصل لها ترى الصبوع. بعد اربعة وعشرين ساعة او تمانية واربعين ساعة هنعمل ايه? هنجيب القالب بتاعنا اللي احنا اشتغلناه. زي ما ظاهر ووضع. القالب اه شكله حالو. نشوف تماما الورد لزق. لكن في حاجة اه انا مسلا في الفيديو ده ما كملتهاش زي ما قلت لك. المفروض ان انا اصب بقى الاخر الالب. انا عملت كمية رزن صغيرة خالص. علشان بس تصوير الفيديو. يعني انت المفروض تصب الاخر الالب. لكن انا عملت ايه? صبيت شوية كده. فهتلاقي من الظهر الورد لسه بارز. فهمت الموضوع ماشي ازاي? يعني انا عملت كمية بسيطة فقط علشان تصوير الفيديو. علشان الناس تشوفه مش اكتر. ان انا ما كملتش القطع. لكن بالفعل انت مفروض تصب الاخر الالب. تعمل رزن اكتر وصب الاخر الالب. علشان الشكل يكون تمام معك. الشكل يكون كويس. ما يكونش فيه طبعا الورد اللي بارز ورده. يعني لازم يختفي. هو كده ظاهر. اه لان ده الظهر. فهو ما فرقش معي. بعد اربعة وعشرين ساعة او تمانية واربعين ساعة نبدأ نخلع القطع بتاعتنا من قلب السيليكون. وهتلاقي شكلها تحفة بصراحة. تعالى بقى فكرة الفيديو ده. فكرة الفيديو ان اوالب السيليكون مخصصة ان الشكل بتاعها يكون هو اللي تحت. مخصصة ان الشكل بتاعها المستوي يكون هو اللي تحت. الظهر بيكون هو اللي فوق. طيب احنا بنعمل ايه? احنا كلنا بنعمل شكل القالب اللي هو فوق. ليه? لان اساسا لو بمتصب في القالب كتير القالب بيكون لمعانه خلاص بيكون باهت. فابتدينا كلنا ان احنا نشتغل على الوش يكون من فوق. لكن فعلا في الطبيعي والاساسي هو الشكل بيكون هو اللي تحت. وطبعا تشتغل من فوق تشتغل من تحت ما فيش اي مشكلة تماما. المهم ان انت تعمل شكل كويس. فوق زي تحت لكن انا بقول لك الصح ان هو تحت. لكن تحت بيكون باهة سنة مع استخدام القلب وتكرار استخدام القلب. الشكل حلو جدا. فيش اي مشاكل فيه. هيكل له مشكلته بس الوحيدة. ان انا ما كملتش الفيديو او ما صورتش الفيديو للاخر او ما صبيتش مادة كمان. فديت الفكرة. لكن اهم حاجة ان المعلومة تكون وصلت والشكل يكون عجبكم. انا كده خلصت الفيديو بتاعي باتمنى من كل الناس. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.